تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية برأسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وتطبيقاً لقرار إغلاق كل المحلات التجارية من 26 مارس الجاري إلى 9 أبريل القادم والاكتفاء بخدمة التوصيل فقط ويستثنى من ذلك محلات الهايبر ماركت والبقالات والبردات والمخابز والصيدليات وفروع البنوك والمصارف على أن تعود جميع المحلات التجارية فتحة وبها مجدداً من 9 أبريل لغاية 23 أبريل المقبل فإن وزارة الصناع والتجارة والسياحة تود التأكيد على ما يلي تغلق كافة المحال الصناعية والتجارية التي تقدم سلعاً أو خدمات مباشرة للزبائن وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من مارس 2020 حتى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق التاسع من أبريل 2020 يستثنى من هذه المحال الصناعية والتجارية كل من الآتي الهايبر ماركت السوبر ماركت البردات والبقالات ومحال بيع الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة المخابز اليدوية والآلية محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي المستشفيات والعيادات والصيدليات ومحال النظارات البنوك والمصارف ومحال الصرافة المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن المحال العامة العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها ورش وقراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطاع الغيار قطاع الإنشاءات والصيانة المصانع ونوهت الوزارة بأهمية التزام هذه الجهات بالقواعد والإجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة بهدف منع انتشار فيروس كورونا على وجهه خصوص تدابير التباعد الاجتماعي ويسمح للمحال الصناعية والتجارية مزاولة عمليات بيع السلع والخدمات بالطرق الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن طريق خدمة توصيل البضائع كما يسمح للمطائع ومحال بيع الأطعمة والمشروبات أن تمارس نشاطها عن طريق خدمات البيع الخارجي وتوصيل الطلبات للمنازل اشتركوا في القناة